هي الزيارة الرابعة لها في أقل من عام رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس من أجل شعار معا لمحاربة المتاجرين بالبشر في إشارة إلى الحد من الهجرة السرية وتدفقاتها نحو أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية زيارة ميلوني تويجت بتوقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق أبرزها بدعم مالي لميزانية الدولة التونسية ميلوني شددت على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية للحد من الهجرة غير القانونية التعاون بين تونس وإيطاليا حقق نتائج جيدة في موضوع الهجرة أريد أن أشكر السلطات التونسية في جهودها ضد تجار البشر نعلم أن تونس لا يمكن لها أن تصبح دولة وصولا للمهاجرين من بقية أوروبا نريد إشراك المنظمات الدولية في تقنين التدفقات الهجرية القانونية توازيا مع الزيارة احتجت منظمات حقوقية مهتمة بالهجرة أمام مقر سفارة إيطاليا بتونس رفضت المنظمات زيارة جورجيا ميلوني واعتبرتها استمرارا للضغوط الأوروبية على تونس كي تصبح الحارسة للحدود جاية أولا لأنه عندها رهانات مرتبطة بالانتخابات الأوروبية في الصائفة القادمة والرهانات هذه تخلي اليمين الإيطالي يحافظ على متانة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في دول الجنوب وأساسا تونس ومصر وموريطانيا والتسويق لهذه التجارب لدى الناخب الأوروبي بأنها تجارب ناجحة للحد من الهجرة غير النظامية أيضا ميلوني هي تستبق الفترة الصيفية التي تجب تكون فيها عمليات انطلاق مكثفة للهجرة غير النظامية جينا اليوم باش نطالب وبيفتح ملف المفقودين اللي من 2011 إلى الأوروبي لم يرى النور مع أنه تونس تونت لجنة تحقيق في 2015 وقدمت لهم كل المستندات مع اللاديان مع الشهادات لكن إلى الأوروبي لا جواب قبل زيارتي بساعات أكد الرئيس تونسي أن تونس لن تكون لا أرض توطين للمهاجرين ولا منطقة عبور مشيرا إلى تورط شبكات ساهمت في موجات هجرة غير مسبوقة إلى تونس ما خلف أحداثا أمنية وتوترات أخرها في منطقة العامرة بولاية السفاقس بالجنوب التونسي ميلوني غير مرحب بك في تونس هذا ما أراد المجتمع المدني التعبير عنها في تأكيد لرفض السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة صراع الشمال والجنوب بشأن الملف الأكثر إثارة للجدل فتح الفلح ميديا تونس